والسيد غير تيت رطى وانا اختكم بقوة ما تنتيق فيه وعارفه معقول والله ما عقد حاضر راسو وما مخليش الاثار وليني ديرها غزوينة تحصل تحصل انا ايمان عندي 44 عام في عمري مزوجة وعندي جوجوليدات انا وراجلي اساتيدة هو استاد ديال الفرنسي وانا استادة ديال المات تنقرر في نفس الليسي تم كيفين تعرفنا على بعضياتنا بغيته وبغاني وقررنا نتزوجه وفعلا تزوجنا تزوجت به وانا عندي 32 عام في عمري يعني ناضجة وعارفة شنو تنذير عارفك كيف شنختار وشنو غنختار ديك الساعة كانت عندي الدار والطوموبيل نقصني غير الراجل ولقيت الحمد لله كنا مفاهمين معدنا حتى مشكل تنمشي مع بعضياتنا للمدرسة وتنجي مع بعضياتنا في طوموبيلتي حيث كان عندنا تقريبا نفس التوقيت تنقولوا بلا ما نحركوا جوج ديال الطوموبيلات كنا في الدار اللي كنت شارية انا ومن بعد بقينا تنقطاصده وتنجمعه ودير اليد في اليد باش نأمنوا مستقبالنا ومستقبل وليداتنا الاساتيدة اللي كانوا معنا كلهم كانوا تهتروا بالزواج ديالنا من اللي تتكون الاستراحة راجلي ما تتجمع معه حتى واحد من غيري انا وحتى انا تنوقف غير معاه واحد الاستاد كان غير تيشوفنا واقفين وتيقولنا صبح الله العظيم ما تتشبعوش من بعضياتكم في الدار في المدرسة في الطريق وبازة سينا انا المادام طال علي في راسي واختا نشوفها غساعتين في النهار وحتى واحد الاستادة كانت مسمينا غير طيور الحب وبالحب والتفاهم زدنا القدام وكنا مثال ديال الزواج الناجح بالنسبة الاساتيدة اللي كانوا معانا كلهم كانوا تيشكيوا كلهم كانوا تيعانيوا هاللي تتشكي من راجلها هاللي تيشكي من مراته هاللي ساكتة وجامعة همها في قلبها وانا وراجلي تنتباهها وبحياتنا السعيدة ويا البنات اللي يقول لكم العين ما كيناش كذب عليكم راجلي هزيتي راجل وحطيتي راجل ماشي الخيانة هو تيشوف فيه وتيقول النهار طلع وحتى وحدة ما تعمر له عينيه انا عارف هادشي سعما صهير الليل في البيران لا 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 راجلي تينعس ملي تينعس دجاج بكري تيتعاطى المخديرات ولا راجلي تيخاف على صحته ومتي ياكل غير البيوت اي واشنو سعما يا كلاباس اش كاين اش وقع لهذا الراجل غنقول لكم لقمر القمر يا البنات راجلي تعرف على الشيئة ستيدة في القهوة وعلموه بلاوه بالقمر السيد ما بقاش تيجمع الريال واللي تغير انا اللي تنصرف على الدار وعلى الولاد اما هو مانطو كلها تتمشي القمر في الاول ما عرفتش انه تيتعاطى القمر كنت يقول لي تنذير دارت مع صحابي ودارت على مدة طويلة تنقول ما فيها بس غيجمع شي مبلغ وغيقدر يشرب به ارض وعقار المهم كل شيء فيه الخير لنا وغيرجع علينا بالفضل واخر انا وراجلي ما كناش تنبغي دارت مرة يقول لي بغيت نسلف هم الاختي مرة يقول لي الوليدة مريضة وابغيت ندير لاشي عملية مرة يقول لي انا سمحت في نوبتي الصاحب يحق ره مزير على الفلوس ايه والسيد غير ترت وانا اختكم بقوة متان تقفيه وعرف معقول والله ما عقت حاضر راسه وما مخليش الآثار وليني ديرها غزوينة تحصل تحصل واحد المرة كنت معروضة في واحد السبوع دي البنت صاحبتي ايوام اللي مشيت هاد صاحبتي عرفتني على واحد الأستاذ تعرف احنا تنطلق اغلبية غير الأستاذ عرفتني عليها وبقينا انا وياها تندي ونجيبه في الهضرة حتى لقيتها بأنها تتعرف راجل وأن راجلي صاحب راجلها ايوام بقينا نتندي ونجيبه في الهضرة حتى قلست حدايا وحنا ساكنين في مدينة صغيرة والناس فيها معروفين الأكتر يا الموظفين ايوام اللي كمنا الهضرة وبقينا نمشي في حالاتنا وقلت لي يختي شغن قلليك الله يعفو على راجلي وراجلك من القمر تصدمت تصدمت البنات عرفت الخبار جاتني على غفلة لم يكن نمحنا بها ذلك الساعة عاد عرفت أن راجلي مبلي بالقمر وأن المانضة كلها تتمشي للقمر وأن هما دائر لدارة الأول وعرفت أن تصونامي جيهتي ستضمرني وما تخلي لي لشي نحط اليد وذلك الشيء اللي بنينا غير مغريب شعليا عشتوا مع بابا يرحمه كان بأملاك وبخير وخمير ومات مزلوط لم يكن حتى يجب ماما العشا باع ثلاثة ديور ومشينا عشنا مع جداتي وهو بقى الله كريم يدبر على القهوة مع القمار يقدر لا يأكل ولا يدر القهوة ضروري يجلس فيها القمر تسريله في الدم وبالنسبة نحن كون مكان جداتي كون رحنا ضعنا لحنا ولا ماما وشوفوا الظهر يا البنات كيف شدائر تخير حتى عيت وتزوجت وانا ناضجة وتنعرف تنذير وفي الأخر تحت على واحد بحال وبحال بابا ورا هم تقولوها البنت تتزوج راجل بحال بابا يمكن مشي ديما اللي دازت فيها ماما مع بابا ماما القاد جداتي وقفت معاها أما أنا ما عندي شكون يوقف معايا من غير الله ماما باق مضمرة بدك الشي اللي دار لها بابا كانت تراس ورجعت رجلين محيوزة على جداتي واخوالي وعيالاتهم هي هي مسكينة خاصة اللي يوقف معاها ايه والبنت أنا عندي خيبرة كبيرة لكي يدير القمر في الأوسرة وما يمكن أن نجعل رجلي يترك ذلك اللي بنينا لا يمكن أن يوصلني لهذا اللي وصلت له ماما إما سيذهب معايا نيشان إما يعطيني تساع أنا الحمد لله بالمانضى ديالي وقدع للمسؤولية بلا به أنا بالنسبة لي القمر بحل السرطان إما نستقصله ونتهن ومنه إما يضمر الجسم كامل المهم تكالميت البنات ومشيت للدار أول حاجة سوّلته على دار وقت سيشد قال لي ما زال ما عرفت وقت قلت له أعطيني لذات الوقت أعطيني الوقت لكي نعرف حتى أنا بقى غير تفتف عمرني ما زيّرت معاه بحل هك وننج بدلي اسمية هذا السيد راجل لامرأ التي تلاقيت في السبوع نعرف وكي نعرف سنطلق مرة مرة السيد انكر انكر نكرة واحدة امسح اسم بليغة والتي خممت مع راسم جيد لقد قلت أنني إلى فرق اعترمانة أنا اللي ضايع حيث شريت واحد ضار في السكن الاقتصادي وحيث عندي الملك كتبتها اسمية راجلي حيث ما بنادناش ديالي ديالو وديالو ديالي ولا أني من اللي تخلي القمر بناتنا ديالي ديالي وديالو ديالو والغضر في الدنيا يا البنات أنا كنت خايفة من الضريبة الساعة لم أضربت حسبة لها الضريبة التي عايشها معي سيبيع يدوير ويجعلني نحسب النجوم في النهار الدار التي كنا ساكنين فيها كان في سميتي ولم عندي حق نشري دار في السكن الاقتصادي قلت نكتبها في سميته عادي عادي ساعة ما أنا وهو واحد ولا أني دابة من اللي بعت موبيل واخسرها غير في القمر خفت على راسي البنات وبقيت صابرة عليه المدة ديال عامين حتى تحييت ضريبة على الدار باش نقدر نرجعها في سميتي حداز ثلث سنين وبقى عامين خاص خمس سنين باش عاد نقدر انا رجعها في سميتي عمرني ما بينت أنني عارف ما تفعل ما تفعل الله يستر تتمشي كلها في القمر وأنا اللي شد المصروف وما عندي حتى مشكل المهم ما يديش لي يضع اللهم نص خسارة ولخسارة كلها وحيتي لنطليه وفرقعت هذا الرمانة سيقول لي أنت مالك أنا تنقمر ونت مالك وسيقول يقمر بالعلالي وسيهزني ويطلقني في دوائرتي وأنا بغيت غير نسيسه حتى نتفك منه لأن القمار عمره ما تيتو يبقى يقول غهد النوبة غهد النوبة غهد النوبة حتى يجمع ويطوي لكل شي وسلم جرب لا تسال الطبيب أنا عشت مع بابا وشفته شنو دير وكيف خرب الأملاك دياله وكيف ترك الأملاك دياله بلا ما يشعر من اللي تتخاصم معه ماما وتتنوض عليه قربالة وتيدخل العائلة ويدخل جدي وجداتي وخوالي تقول لها شوفي عمرني ما غنقرب ما زال للقمر ولا أني ما تقدر جيد مان المهم بقيت معه المدة ديالعامين وليداتي شوية الزرج ليهم وكبروا ما كنت تنحرش على أبوهم ولا تنقلل من قيمته قدامهم من اللي كملت ديك العامين خضيات المان لوفي ديالطاع وقلت لي خاصك ترجعها لي في سميتي ربي عماه ما هدر ما تكلم مشينا قضينا الأمور ديالنا من بعد قلت له الباب الحباب لأن ديك العامين اللي عشت في صم وخ أنا عارفة شنو تيدير كانت كافية باش ما سيد لا يعقل على الفلوس اللي يشدها اللي يشدها شميات درهم إلى شاطله من قضية يقمر بها تلف تلف ما بقى تعقل على أولاد ولا على دار ولا على ضياف ولا على مراء ولا على التاواحد وعلى جذكرت لكم الضياف بالمناسبة واحد المرة كنت عارضة على صحاباتي وخاص يعاوني في قضية أعطيت ألف درهم سيشري للي الحام والدسير مهم سيتكلف لأنني أنا واحد فضال شدتكم من ما شفت هو مش أقمر بهم وأنا ساكت وصابرة المهم أن قضيت لكي لا تحش قدام صحاباتي غاب ليلة كاملة تل لغدة عجة تبرد القادية وعجة يتايفرنس من اللغدة بدأ يكذب علي حق ميجة هكومة بيطار الحمد لله الذي كانوا الفلوس في جيبي المهم القمار يقدر يدير أي حاجة أول ما يدير هو الكذوب وبحال هذا كثير 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 إذا جيت نعود لكم رمغ ساليش المهم بعد صداع ناضي كبير بناتنا تفارقتنا وياه طلقنا عشت أنا ولداتي الحمد لله ما خاصنا حتى حاجة أما هو مسكين عايش مع أخوه أعطيه بيط في الدار حاضي غير القارة والقمر أنا لم أكن أنت انطلق معه لأن قدرت انتيقال من الليسي ومشيت الليسي وحد آخر وخبعيد علي ولي انتي تيقار زوين ما عندي ما ندير به ما بغيت نشوفه مرة أخرى وما بغيت نشوف حتى دوك الأساتي ذالي كانوا النهار وما طال وهو متى يغطو علينا أشان نقول لكم ما قدرش يدير ضويرة في نيسكن أنا وياه كانوا بنتنا بزاف دي الأملاك صمناهم أنا الحمد لله دك شي اللي جاني راني الحمد لله غدا بيخير أنا ولداتي ولإني هو حق اللي جاه كله خسرو في القمر هذا ره الراجل اللي اختاريت اختاريته وانا ناتجة وعارفة شنو تنذير اختاريته بعقلي قبل قلبي هذا رهو الراجل اللي تفكر ألف مرة عتى يقرر الراجل اللي كانهم الوحيد هو مستقبل ولاده وعائلته الراجل اللي كانوا تغيروا منه صحابه ومن هنا نبغي نوجه رسالة لكل وحدة مزوجة ومستقرة في حياتها داري على شمعتك تئيد على رأي خوتنا المصريين لأن العين حق أنا كنت عايشة في سعادة أنا اللي عايشة في سعادة بندك الأساتيدة والأستاذات كاملين ما تنسترش راصي كانوا كلهم تيها التروبية ويلوا اللي من أشارت إليه الأصابع ولو بخير بقيت تنبان حتى جبت الربحة وذا بوليت عايشة في الويل وولا كل شي تهضر علي وذاك شي علش هربت من ذاك الليس ما قدرتش ما قدرتش نبقى معاهم مازال عشان قليكم راجلي ما سخيتش بيه ما سخيتش بالعشرة حيث كان مزيان معايا وليني هذا هو الحل ليا والولادي وصافي هدي هي قصتي وهدي هي حكيتي كانت معاكم مختكم إيمان شكرا على الاستماع ديالكم تسلنا ونا في قصص جديدة وبسلام عليكم